قولنا أهمية الكشف ده إيه؟ بيحطنا على أي طريق تحديدا؟ شوف إحنا كل يوم بيكتشف حاجات جديدة في الحضارة المصرية القديمة يمكن إحنا من يومين ثلاثة كان عندنا كشف عن مجموعة من النقوش في قلب النيل ده كشف جديد من نوعه كان عندنا كشف اسكندرية كان عندنا كشف سقارة النهاردة أو إنبارح عندنا كشف بتاع كفر الشيخ أكبر وأقدم مرصد فلكي اكتشفناه لحد دلوقتي اكتشفناه في مدينة بوتو وده من أقدم العواصم على مستوى العالم ده كانت عواصمة الدلتة قبل توحيد مصر قبل عصر توحيد الأسرار بالضبط قبل نعار مرمينة معناها أن المدينة دي كان لها أهمية سياسية وستراتيجية وعلمية وعقائدية كمان فكون أن هم يهتموا بيبونى معبد ومرصد فلكي أن المدينة دي كانت بتلعب دورها السياسي والديني لحد أواخر الحضارة المصرية القديمة الكشف احنا بنقول أنه هو قرن سادس قبل الميلاد يعني بداية نهايات الحضارة المصرية القديمة ورعم كده كان فيه تفوق علمي وكان فيه تفوق معرفي كان فيه تفوق في كل مجالات العلم وبالأخص فكرة الفلك فيه حضارات كتيرة كانت متفوقة في الفلك زي الحضارة البابلية ولكن ده لا ينفي أن الحضارة المصرية القديمة كان لها باع وكان لها صبق فيه علم الفلك وعلم الأبراج وعلم الأجرام اللي احنا لحد دلوقتي ماشيين بنفس النظام ده ده يدينا الإحاق بإيه؟ ده يدينا أنه شكل جديد وشكل مختلف احنا مش متخيلين أنه هو كان موجود أو احنا مكنش متخيلين أن احنا برعنا لهذه الدرجة في علم الفلك بوجود هذا المرصد الفلكي القديم جداً؟ ملقناش مراصد بالحجم ده ملقناش مراصد بالدقة دي أو بالتفاصيل دي وفيها أدوات كاملة لعمليات الرصد الفلكي بالإبداع ده لقينا إيه؟ لقيناه في المرصد ده لقينا إيه بقى؟ لقينا مجموعة من الأدوات اللي استخدموها الكهنة في عملات الرصد لقينا الأبنية الخاصة بالمرصد شبه كاملة لقينا مجموعة من التمايم مجموعة من البقايا الإثارية اللي دلتنا على استخدام المرصد ده بشكل كبير جداً وبدلين على أهمية المرصد ده وأهمية استخدامه في الوقت